حنحضر سوى اليوم انا ونسلي سكويزي قطيب وصفة حلو بطريقة كتير سهلة وسوبر سريعة هيدا الحلو تتحضروا ما حياخد معكم اكتر من 10 دقائه وفيكن يا اما تتحلوا فيه او حتى تاكلوه على الترويعة طلعوا ما احلى خلونا نبلش اول شي بدنا نحضر الحشوة للحشوة حنخلط الزبدة مع السكر البني والقرفة فيكن تستبدل السكر البني بالسكر العادي منخلطهم كتير منيح منرجع بوعاء تاني منحط بيضة حريب وكمانا شوية من القرفة ومنخلطهم كتير منيح هنجيب هلا التوست او السلايس براد متل ما نكون شايفين ونقطع له الاطراف بعد منقطع الاطراف بدنا نستختم الشوبك تحت نرقة ونخليها تصير كتير رقيقة لما تصير كتير رقيقة بهيه الشكل هنحط من خليط البادة اللي نحنا حطرناه وبعدين فوقه هنحط من الحشوة الزبدة والقرفة اللي كمان حطرناها ومنرجع ونعملها على شكل رول ومنحطها بقلب البايركس بس نحطها بالبايركس ونخلص ندهنهم كل ياتهم بيه خليط الباد والحليب ومندخلهم على الفرن مندور الفرن عليهم بس من فوق الحديد ما يحمروا وبيصير عنا قطيب سينامون رول توست جاهزينو اكيد ما بيكمل الحلو منغير نسلة سكويزية على نكهة الكندنس ملك وكمان على كارامل بكتير سهولة فيكم تحطو منه الفوق الحلو يلي حطرتو وبيطلع شكل الطبق كتير مميز وبلس بيعطي نكهة رائعة جدا جربو هالوصفة وعطوني راقيكم وصحتين والفرن